أوصى اجتماع نيابي حكومي مشترك لبحث تدعيات حادث انهيار بناية الكرادة بتشكيل لجنة تحقيقية وتقديم نتائج التحقيق خلال جلسة نيابية علنية وترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اجتماعا ضم لجانة نيابية واستضاف أمين بغداد ورئيسة هيئة استثمار بغداد وممثلين عن وزارة الصحة وبلدية الكرادة بشأن الحادثة ودع المندلاوي إلى الإسراع بتعويض ضحايا حادث انهيار بناية المختبر الوطني في الكرادة ومتابعة أحوال الجرحى وإحالة جميع المقصرين على القضاء وبحث المجتمعون سبو الإيجاد آيليات تشريعية وقابية مناسبة للتجديد في تفاصيل إجازات البناية الممنوحة ورقابة الأبنية ولجان الكشف الهندسي